لازم أتكلم عن صيام الستة من شوال متى نبدأ في صيام الستة من شوال بداية الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ملا نبيه بعده ونسأل الله عز وجل أن يمنع للأمة الإسلامية بالسلام والأمن والأمان إنه ولي ذلك والقدر عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الظهر كله حينما نتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الظهر كله حينما يقول الله عز وجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي فهذا يوم العيد هو يوم الجائزة جعله الله عز وجل فرحة للأمة الإسلامية بلقاء الله عز وجل وفرحة بما أنعم الله عز وجل علينا أن وفقنا للصيام ووفقنا للصلاة والقيام وأداء الزكاة فبين لنا أيضا بإتمام هذا العام قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الظهر كله وهذه رسالة للأمة الإسلامية إذا انقضى شهر الصيام فإن الصيام لا ينقضي طوال العام وإذا انقضى الصيام أيضا في المفروض في شهر رمضان فإن الصيام هناك صيام الست من شوال هناك صيام يوم الاثنين ويوم الخميس هناك صيام يوم عرفة هناك صيام يوم عشراء وكثير من الصيام لله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله شفوا أحباب النعم اللي ربنا أنعم بها علينا من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة شفوا الجمال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر من صام رمضان أو من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا عظيما يبقى هذا الصيام مفتوح طوال العام وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود ليه رسول الله كان يصم يوما ويفطر يوم نعم طيب متى بقى أبدأ في صيام ستة من شوال بعد رمضان يعني في أي وقت في شهر شوال ولا لكن يتبعه يعني انقضاء شهر رمضان مباشرة بعد تاني يوم العيد يبدأ يصوم